أهلا بكم هذا الفيديو السابع من الفيديوهات محاضرة مصادر التعليم والتعلم في الفيديوهات التي فاتت قدمنا بسرعة المصادر المختلفة وبعدين نتكلم عن الكتب والمقالات والفيديوهات والبرزنتيشن وبعدين موقفنا عند النقطة المهمة جدا في حياتنا اللي بنجيب منها مصادر المعرفة وهي الناس الناس الحقيقة يعتبروا هم المصدر الأساسي كده ولا كده أي نوع من المصادر التانية اللي عملوا بشر زينا فده لأن الحقيقة إن إجمالي معرفة البشر هو إجمالي معرفة كل واحد من الناس اللي تقدر تتعامل معاهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع ذلك طبعا فأنا مقدرش أتكلم مع كل الناس وده اللي بيخليني بلجأ للكتب بلجأ للمقالات بحيث أن أنا أقدر أخذ معلومات من الناس مقابلتهاش بشكل مباشر لكن الحقيقة الناس اللي حوالي وغريبين من حياتي هم دول اللي عندهم فعلا خلاصة المعرفة وخلاصة الحكمة وخلاصة الخبرات اللي بنقدر نستقيها منهم عن طريق التعامل المباشر يعني إحنا لما بنتكلم مع حد من أهلنا الكبار في السن شوية بيدون خبراتهم اللي ممكن ما نلقيهاش في الكتب أو ما نلقيهاش في المراجع التقليدية عادة الناس دي بيبقى عندها كلام فعلا لو اتعلمنا منه كويس ممكن نطلع بمعلومات لا يمكن إن إحنا كنا نستقيها من أي حاجة دي طبعا من هنا يجي بقى أسد زيتنا ومعلمينا في المجالات المختلفة دول ناس يعني عندهم خبرة في المجال العلمي وعندهم معرفة يقدروا يقولوا لنا خلاصة المعرفة اللي هم وصلنا خلاصة المعرفة دي هي الفكرة اللي بتخلي تعاملنا مع الناس وإن إحنا نسمع منهم ده ممكن يبقى مصدر كبير جدا ومهم جدا من مصادر المعرفة اللي بنستخدمها في الكورسات بتاعتنا لو إن إحنا بنحضر الكورس أو حتى لو إحنا عايزين نتعلم لمجرد إن إحنا نتعلم مع ذلك ما نقدرش ننفي فرصة دائما مش قليلة إن يبقى فيه سوء تفاهم سوء تفاهم مش بمعنى إن إحنا هنزعل من بعض وإنما سوء تفاهم بمعنى إن أنا تقالت لي معلومة وأحب يقولها لي بنية كويسة وبقصد واضح بالنسبانه لكن الصورة ما وصلتنيش أنا بالشكل المطلوب لأن عادة الانتراكشنز ما بين الناس بتبقى محدودة بالوقت والمكان وفرصة إن إحنا نتقابل أو ما نتقابلش فلما بنطلع بمعلومة بيبقى فيه فرصة مش قليلة إن إحنا نسيق فهمها كذلك طبعا ما ننساش إن الدقة بتاعة الكلام اللي الناس بتقوله لنا مش بالضرورة بتكون عالية في كل الوقت الدقة بتاعة الكلام اللي بنسمعه من الناس بتعتمد كتير قوي على إحنا بنسمعه تحت أي ظروف لما بقعد مع واحد وبطلب منه نصيحة بيبقى حريص جدا في الكلام اللي بيقولهولي وبينصحني باللي هو يعرفه بأحسن حاجة يقدر يطلع بيها لكن لو أنا بدردش مع واحد كده في قاعدة عائلية أو قاعدين في النادي أو على قهوة أو 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 بالتأكيد الدقة مش بالضرورة بتكون بنفس دقة لو إن أنا بطلب نصيحة أو بطلب معرفة محددة فبرضو هنا لازم ناخد بالنا من دقة الكلام اللي بنسمعه من الناس اللي حوالينا والظروف اللي بنسمعها فيها علشان نقدر نحكم بالكلام ده فعلا يقدر نخده ونعلمه لغيرنا ولا يكفي إن إحنا سمعناه ممكن نستفيد منه أو ما نستفيدش منه والحقيقة طبعا نقطة الضعف الرئيسية في الكلام بتاع الناس هي طيب إنت جبت الكلام ده من إيه؟ أغلب الناس بيكلموك بحسن نية بيتكلموا يعني مش عايزوا قول كل الناس كمان الحقيقة بيتكلموا معك بحسن نية بيحاولوا يقول لك فعلا نصيحة لوجه الله بيحاولوا يقول لك إيه اللي هم يعرفوه اللي هم تعلموه على مدار حياتهم ومن خلال خبراتهم المختلفة لكن ليس بضروري إداروا يقول لك والله إحنا تعلمنا الكلام ده من المكان الفلاني أو من بالأسباب الفلانية أو تحت الظروف الفلانية اللي هي بتمثل بالنسبة لنرفرنسي ودوكمنتيشن اللي ضروري في البحث العلمي طبعا هنا يبقى الفلتر قدرتك على التقييم المعلومات اللي انت بتسمعها من الناس دي بيفرق كتير قوي في إزاي تقدر تستعمله في حياتك الشخصية أو تقدر تستعمله كمادة علمية تقولها لغيره الحقيقة إحنا كده بسرعة أشارنا لأهمية التعامل مع الناس إن شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم على ما يسمى بالموكس اللي إحنا ذكرناه في أول محاضرة وما قلناش هم إيه بالزبط فده اللي هنتكلم فيه في الفيديو الجاي يبقى إحنا في الفيديو ده اتكلمنا باختصار عن أهمية التعامل مع الناس ووجود الناس كمصدر من مصادر المعرفة الشيء لا يستهام به ولا يستقل به لكن لازم نكون حرصين إن إحنا نقدر ونقيم بالتحديد إيه هي الظروف اللي اسمعنا فيها الكلام ده وممكن الكلام ده يكون له دقة شكلها إيه مع افتقاره الغالب مش الدائم بس افتقاره الغالب للدوكومنتيشن والرفرنسينج بطبيعة الحال لما بنتكلم مع أي بني أتم فأرجو إن الفيديو ده يكون مفيد للإشارة لأهمية التعامل مع الناس وفي الفيديو الجاي إن شاء الله نتكلم عن الموكس أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله